من القاهرة ينضم إلينا الدكتور كامال مغيث الخبير الثربوي أهلا بك دكتور إذن بهذه المنظومة تقفز الدولة المصرية مسافة كبيرة على طريق إصلاح التعليم فكيف ستفيد هذه المنظومة؟ ما الذي ستفيه؟ ما الذي ستعدله؟ أو حتى تلغيه من رواسب الماضية؟ أهلا بك أستاذ السهام وأهلا بالسادة المشاهدين بدون شك دخول التابلت إلى المدارس هي نقلة تقدمية كبيرة وبدون شك أيضا أن التابلت ووسائل الاتصال الحديثة تساهم بدون شك في توسيع الأفاق وتنوع وتعدد وجهات النظر بالنسبة لأي موضوع علمي أو إنساني كما أنها تحمي أولادنا من مخاطر تجارب خطيرة الناس دفعت تمنها من الجهد والأموال قبل كده التابلت يقدر ينقل أولادنا إلى قلب البركان وإلى أعماق المحيط وإلى آخر مدى وصلت إليها سفن الفضاء أو تلسكوبات الفضاء بدون شك كل هذا متاح ويمكن التابلت من الممكن أن ينقل المحاضرة الممتازة إلى كل التلاميذ من غير ما نضطر أن نجيب أستاذ من هنا نوديهنا كل هذا جميل بدون شك وكل هذا تقدمي وكل هذا محبوب ولكن تبقى هناك عدد كبير من المحاذير وهو على سبيل المثال هل التابلت في حد ذاته هو الهدف؟ نحن عارفين أن التابلت من الممكن ينقل أحداث من كل أماكن العالم من الممكن أن ينقل تجارب عظيمة من كل مكان في العالم ولكنه أيضا من الممكن أن ينقل كيف يمكن أن تصنع قنبلة هذه المنظومة منظومة التابلت في هذه النقطة بالذات دكتور وهكذا وعشان كده نعم منظومة التعليم الجديدة هذه برأيك ما الذي تحتاجه هذه المنظومة حتى تؤتي ثمارها؟ ما هي مقاومات نجاحها؟ يعني إحنا الحقيقة أولا التابلت زي ما أنا قلت هو مش هيكون فاعل بحد ذاته إحنا محتاجين علشان نتأكد أن التابلت فاعل أنه يكون هذا التابلت إحنا عارفين أنه مجرد أداه في ضوء فلسفة ورؤية وأهداف تنويرية تعتمد فكرة المواطنة والثقافة والعلمية وتحذر ما دون ذلك إحنا محتاجين أنه ده يكون جزء من فلسفة دي حاجة الحاجة التانية لكي تؤتي أكلها وللأسف الشديد أنه لما بيتقال التابلت بيتقال أننا حنقل التدخل للمدرسين وأنا ما شفتش مكان في الدنيا خالص بيعتمد على فكرة أن التابلت يهمش المدرسين من التدخل في العملية التعليمية من التصحيح من أنهما يظلوا يعني مناطق للقدوة والسلوك القويم والقيم بالنسبة للتلاميذ للأسف الشديد لما بنجي نتكلم عن التابلت بنقول حنقل التدخل للمدرسين وبالتالي أنا أظن أن التابلت هو مجرد جزء من منظومة فيها تطوير للمنهج وفيها تطوير للمعلم وفيه محدد دور المعلم وبالتالي هو مجرد أداة من أدوات تطوير التعليم صحيح طيب كيف تتوقع استجابة وتفاعل أطراف العملية التعليمية أقصد هنا الطالب المدرس الأسرة مع هذه المنظومة يعني أنا أتمنى شيء وأتوقع شيء تاني أنا أتمنى أنه يجيب التابلت نتيج مسمرة لأننا أنفقنا فيه بدون شك مبالغ هائلة أربعة تلاف وخمسمائة جنيه سعر التابلت على سبعمائة ألف يعني إحنا بنتجاوز بهذا الشكل تلاتة مليار جنيه كان ممكن يعمله حاجات كمان مهمة في التعليم فأنا أتمنى أنه يجيب نتيجة كويسة ولكن للأسف الشديد أنا ما شفتش تطوير للمقرر الدراسي وطرق التدريس بحيث تتناسب مع التابلت لأنه بدون شك طرق التدريس اللي أيمى على كتاب مقرر في دين الولاد بالتأكيد لازم تختلف عن طرق التدريس اللي بنرشد فيها طلبنا إلى أن فيه مواد معرفية متنوعة لازم إعداد المعلمين علشان يعرفوا فكرة النسبية صحيح إن أنا مش بدون معي التابلت مش هجاوب مجموعة من المعلومات متى قامت الثورة العوربية من هو أحمد ورابي من هو سعد زغلول متى قامت ثورة 19 وهكذا إحنا في الحالة ده هي بنشوف وجهات نظر مختلفة ونشوف وهناك أيضا دكتور هناك أيضا انتقادات كنت ذكرت قبل قليل نقطة مهمة هي أن فكرة التابلت ممكن أن تلغي المدرس أو مهمة المدرس طيب كيف تفسر هذه الانتقادات المسبقة لهذه المنظومة الجديدة وهل يمكن تبديد المخاوف بشأنها يعني أنا كنت أتمنى أننا ندرب المدرسين الأول وأننا نعمل مقررات دراسية تتصق مع فكرة التابلت وطرق تدريس تتطفق مع فكرة التابلت وكنت أتمنى كمان أننا قبل ما نوزع 700 ألف تابلت نوزع ألف تابلت على ثلاث أربع خمس مدارس في مختلف محافظات مصر ونعمل تجربة موضوعية مقاسة مقننة يقوم عليها أسد خبراء يعرفوا الأصار السلبية والإيجابية وكيف يمكن تقليل السلبيات وتعظيم الإيجابيات كل ذا كان ضروري لكن على العموم طالما أن التابلت اتوزع نحن نتمنى أن يكون فيه تعليمات وزرية جيدة بتحاول تعالج فكرة أننا ما عملنا تجربة قبل كده شكرا جزيلا لك الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي كنت معنا من القهرة